مرحباً أصدقائي، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد، وراح أتكلم فيه عن كيف تتسأل أنت السؤال في أثناء امتحان البياينز. أنت طبعاً عم بتحضر هلا الامتحان البياينز، وعشان بتسأل سؤال في قسم المدلشة بروفهم، واللي هو مثلاً بتتكلم أنت مع الشخص، بس اسمها للمحادثة، وحابب تسأل إن الشخص الثاني تسأله أنت السؤال. فكيف حتبلش تسأله هذا السؤال؟ أنت فيك تسأله إش هاب اينا فخاقة، بس هاي تعتبر طريقة أساسية، بس إذا بدك تطور من نفسك شويون ومستوى باينز، اليوم حظرت لك ست جمل، فيك تبلش فيها عشان تسأل سؤال بيكون بشكل محترف يعني نوعاً ما، وبيبينك مستوى أنت باينز، وإذا عندك أكثر من سؤال، فيك تستعمل أكثر من واحدة خلال المحادثة، يعني مش كل مرة بتقول إش هاب اينا فخاقة، إش هاب اينا فخاقة، فبتكون عندك جمل مجهزة أنت، وبتستعملها، وبنفس الوقت فيك تستعمل أنت بالموضوع، أثناء الشخفة تشتايل، كتب موضوع، فيك تستعمل نفس الجمل، كثير مستعملة هذي، بالضبط، بالأول أصدقاء ما أبلش بالشرح، رجاء الاشتراك في القناة، ووضع أعجاب، وأعطين رأيك في التعليقات في أسفل الفيديو، إذا عجبك الفيديو، أو لم يعجبك الفيديو، وشكرا كثير لكل المتابعين اللي دعموني بالفيديوهات الماضية، وخلوني أكمل في تنزيل فيديوهات، وهذا القلب لألكم، هلا هدا وكيف تسأل سؤال. دمام حضر لكون 6 جمل فيك تستعملين أثناء أنت المحادثة. عندك أول شي هو إيش هاب أبا أينز أخا نشف أشتان. تقوله مثلا أنا في شغلة ما فهمتها. يعني معناها بالعربي إيش هاب لكن في شغلة أنا لم أفهمها. هل تستطيع من فضلك أن تشرح لي مرة ثانية هذا؟ هل تستطيع من فضلك أن تشرح لي مرة ثانية هذا؟ هل تقول هاي الجملة مثل ما. بتحفظها مثل ما هي. وكل مرة بتعيد نفس الجملة. ها فيكش تغير فيها ولا ولا إشي. إيش هاب أبا أينز أخا نشف أشتان. أنو أنا في شي ما فهمتو. ودقول سأل السؤال بعدين. بروع على الثاني. الجملة الثانية التي فيك تستعملها. فاسمين ستودا مت. فاسمين ستودا مت. ثم شبيل هو عم بيحكي مع الشي وانت فيه شي معبارة ما فهمتها. أو هيك فشي مع فمتو. فبتسألوا انت على شي محدد على هذا الموضوع. فبتقول له. بتعطيك مثال هون. فاسمين ستودا مت. دي شتاقين ننكوستن. ثم شبيل هو عم بيحكي عن موضوع. عم بيحكي لك مثل عن الأوضاع. عن التضخم الاقتصادي. وعن تضخم الأسعار بألمانيا. أسعار الغاز. وأسعار كل الشي. وانت في هاي الكلمة ما فهمتها. دي شتاقين ننكوستن. فأنت اللي تستفسر عنه. شنو شتاقين ننكوستن. معت ارتفاع الأسعار. فأنت بدك تسأل الشخص. انت مثل تسألوا شمعت هاي الجملة. أو بدك تسألوا مثلا. هو شو قصده ب تشتاقين ننكوستن. تشتاقين ننكوستن. لأنه ألمانيا سياسة سيئة. ارتفاع الأسعار لأنه بسبب حرب روسيا أوكرانيا ولا إشي. فأنت تسألوا. فأنت تسألوا. ما ينستمت تشتاقين ننكوستن. كنت تسألوا أكثر أو بتسهل الشرح أو تشرح أكثر من هيك. فهو بيبلش يشرح لك. مثلا. كوستن بيقول لك مثلا بسبب حرب أوكرانيا وروسيا بسبب الضخم الاقتصادي بسبب البيئة أو أي إشي. فأنت تسألوا شي محدد مثلا. صاحبك يقول لك إنه ما ينقر لها تسوفي لك الكوستن. إنه الأرلابة اللي طلعت فيه من فترة الماضية كلف كثير. فأتقول له أنت تسألوا. فأنت ما ينستمت تشتاقين. كنت تسوفي لك الكوستن. إنه ما ينشرح لي ليش كلف كثير. فهيك. كنت تستعملوا دائمًا دائمًا ما يستعملوا بالمحادثة. الجملة الثالثة. إش مش تديش فخاقين أوب. مثلا عليها. إش مش تديش فخاقين أوب دومية هيلفين كونتست. تسوفي لك الكوستن. إذا تستطيع مساعدتي في تحل هذه الوظيفة. إلا دائمًا أو تخليص أو إنهاء هذه الوظيفة المهمة. إش مش تديش فخاقين أوب دومية هيلفين كونتست. كلفكات إنهاء. إلا دائمًا . إلا دائمًا إنهاء. في جيك تعمل لزن. حل الوظيفة. أواو أوفقابة الإلا دائم تجي أوفقا بشكل عام مهمة. فالعندك مهمة تنقل البيت أو أي إش عندك مهمة تعم تسويها. عم تطبخ تعتبر افقاوة بتتخلصني بقوي تنظيفة اللي بي تعتبر افقاوة مهمة ايلادقين تخليص فهب تقول له إشمي اشتديش فحاجن ابدو مي هلفن كنتست تيزا اوفقاوة تيزا ايلادقين بروح على الجملة الرابعة إشمي اشتديش فحاجن الفرق بيناتن هاي إذا اف كيف إشمي اشتديش فحاجن أوب يعني ان بتسألك بدي اريدا ناسألك إذا تستطيع مساعدتي بس هذي بمعناته اريدا ناسألك بس ففيك تستعملها هي مثلا إشمي اشتديش فحاجن بعين بتقول فان إز دي نكست ازتصن كبلانت اف كيف انو تسألك سؤال متى الاجتماع الثاني مثلا اللي حدت مثلا متى خططت متى خططتم للمقابلة الاجتماع الثاني اف كيف هذا الفرق بيناتن بس الجملة الخامسة أستطيع حل هذي المشكلة عس كي عس كي وآخر شي إش هاب أبا أين فحاجة وبتكمل السؤال مثلا لكن أنا لدي سؤال وبتسأل السؤال عس كي مثلا إش هاب أبا أين فحاجة حطل لك أبا بين قوسين تيك من غير أبا عس كي فكي تحط مثلا إش هاب أين فحاجة إش هاب أين فحاجة كم شخص رح ننتظر مثلا أنت عامل حفلة أو أي عامل أي شي بارتي ففيك تسأل الشخص الثاني تقوله في فلا بيزون فيردن إفاتت يعني كم شخص نحن متوقعين أنه يجوا على الحفلة أو على البارتي عس كيف فتخلص هون نأت لك هاتون الست الجملة مثل ما نحط لكين بالأحمر مثل ما هن دائما تستعمل هن وبس تغير أنت بعدين السؤال عس كيف فذول الجملة تستعملهم تحامل بأينز بأي مكان بتعتخد عليهم معلامة كاملة بالضبط أصدقائي هذا كان فيديو اليوم هلأ عملت أنا تت فيديوهات أربع فيديوهات ثاني عن نفس الموضوع ولكن بأشياء ثاني كيف أنك مثلا تنتغط شخص كيف أنك أنت تقترح فكرة كيف تبلش أنت بتكلم عن موضوع راح تنقل على قناتي حتى هو راح ننزل الفيديوهات راح حاول كل أسبوع أن نزل فيديو عن موضوع الموضوع الموضوع التحدث وعطين رأيك بالتعليقات أسفل الفيديو إذا عجبك أو لم يعجبك ولا تنسى الاشتراك في القناة وهذا قالب مني وشكرا للاعجاب أشوفكم فيديوهات جديدة أصدقائي باي باي